على عكس التوقعات التي كانت تقود إلى أن المشهد سيذهب إلى نوع من التخفيف العسكري يعود التصعيد الميداني ليشمل أكثر من جبهة ويتخذ أكثر من شكل تجدد غير مسبوق تشهده ساحات القتال المختلفة بالتزام مع تصعيد تمثلت بداياته في إطلاق تحالف للمخلوع صالح والحوثيين صواريخ باتجاه الأراضي السعودية خلال الأيام الماضية هذا التصعيد وإن لم يكن جديدا من حيث التحرك العسكري على الأرض إلا أنه قوبل بمعاودة طائرات التحالف غاراتها المكثفة على المقرات العسكرية في العاصمة صنعاء ومناطق متفرقة في المحافظات أخرى التصعيد الميداني الذي اكتنف المشهد خلال الفترة السابقة لم يتوقف عند إطلاق الصواريخ الباليستية فحسب بل شمل البحر أيضا حيث استهدفت الميليشيا بواسطة قارب مسير ومفخخ بالمتفجرات ميناء المخى المرفأ الذي يقع ضمن حدود محافظة تعز والذي تم تحريره في فبراير الماضي وفيما تشهد جبهات الساحل الغربي تحولات منذ ما يقارب السبعة أشهر تمكن الجيش فيها من السيطرة على معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي تعود الأنظار لردة فعل الميليشيا بعد تلقيها ضربات عديدة يصفها عسكريون بالكلفة التي غيرت ميزان القوى على الأرض وأعادت تشكيل خارطة التموضع من جديد